السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في التقييم لللاعبين للمتخب الوطني المغربي أمام كرواتيا في مقابلة الترتيب للمنذياب قطر ٢٠٢٢ لاعب الذين شاركوا في هذه المقابلة طبيعة الحال ١١ كأساسيين وخمسة كأحتياطيين رأينا وليد رقراقي قام بعدة تغييرات في هذه المقابلة لأن بسبب اللاعبين المجاهدين شناع غياب ناصر المزرع بصفة نيائية لم يكن في الاحتياط وأكريدو السياس كانوا مصابين وكانوا على مقاعد الاحتياط رأينا بصفة الغيابة لعبي الأساسيين كالسياس وأكريدو المزراوي وهنا حيث لم يبدأ المقابلة وكذلك السالم أملح هذا الخماسي لم يشارك في المقابلة أملح وهنا حيث بعد دخوله ولكن الثلاثة الأخرى لم يشارك إذا حيثنا بصفة التغييرات طاولت رقراقي بصفة فرص لللاعبين باش شاركوا 25 لاعب في هذا المنديل فقط أحمد ريدة تيغنوتي هو المشارك فقط في هذا المنديل في لائحة 26 لاعب لطلع إلى مونديل قطر 2022 هذا اللائحة اللي شاركوا اليوم من عدد 16 لاعب بالحارس ياسين بونون لقدم لقاء متوسط لأنه لا يوجد الكثير من الكرات الصعبين تجلف الشيبك والهدف الثاني يتحمل مسؤولية لأنه كان خارج الشيبك ياسين بونون حارس منتج جدا من أفضل حرات المنديل وهو الحارس الكرواتية هناك في قلب الدفع لأنه يتصاب ومعرف لماذا الإصابة تؤثر على فارق بلد الواجد الإسباني أو العلاء لأنه يتصاب جدا لأنه يخرج البطولة الوطنية في حاله في حلبون في هذه المقابلة لاعب سابق أدى بشكل منتز جدا في أي مقابلة هناك كذلك لعب بريست الفرنسي وخريج البطولة الوطنية كذلك أدى مقابلة جميلة تشجر الهدف وأشرف ضريك صعب جدا أنك تلعب أساسي في المنتخب الوطني والآن لدينا جمعات المنتخب الوطني الأول حتى شهر مارس حتى ثلاث شهر ثلاث شهر يمكن أن يكون لعب بريست بشكل مقابلة لأنه يكون أشرف ضري آخر هناك لعب أشرف حكيمي لا نقول له في أي مقابلة كي يبدع طبيعة أشرف حكيمي لاعب منتج جدا لاعب سبعات المقابلات بشكل أساسي صعب جدا بشكل أساسي لاعب منتج جدا أشرف حكيمي لاعب اللي برز في هذا الموندي لهذا لاعب صراحة برز بوحد البارز كبير صراحة هناك كذلك اللاعب يحيى عطية الله لاعب الويداد الغضاوي لاعب اللي اكتسبناه صراحة الربح كبير البطولة الوطنية والمتخب الوطني ويحيى عطية الله لماذا مقابلة كرواتيا كأساسي لماذا مقابلة البرتوغل كأساسي لماذا مقابلة كرواتيا ودخل في عدة مقابلة صراحة عطية الله لعطية الله لعب منتج جدا في هذه المقابلة برز بشكل تحركات كبيرة وممكن نعصبه أفضل لعب المنزخب الوطني هناك سوفيان رابط معنا ما نقول له دائما لاعب كبير صراحة سوفيان رابط ممكن في شهر واحد نشوفه في ليبر بول أو في تيلسي أو في باريسان جيرمان أو في باريسان جيرمان أو في باريسان جيرمان لاعب 26 سنة باقي المشوار طويل سوفيان أمره بطلاعب منتج جدا سوفيان أمره بطلاعب منتج جدا واحد لاعب بطولة البرجيجية 18 سنة لعب شوط كامل برز لاعب منتج جدا بقى عنده مستقبل دخلوا البرجيجية مقابلة ترواطية لكي يعرف الأجواء في الموندين الموندين باقي كبير صغير الموندين الموندين بلا الخنوس باقي كبير مقابلة مع الموندين برز برز لعب سامدوريا الإيطالي الذي يدخلوا الويد الرراقي كأساسي ما هذا الملعب؟ لم يقابل فرنسا و لم يقابل بورتوغال لم يقابل فرنسا لم يقابل فرنسا لم يقابل فرنسا لم يقابل فرنسا و مصر لا يقابل فرنسا هكذا حاكم زياش لذلك يتوهل لدى الهدف حاكم زياش يدخل مقابلة ضياع الكثير من الممكن باقي في الحاكم منتج حاكم مونتج فرنسا حاكم زياش قام بالطول كامل في هذا المنديل أعطى جوش أصيست وشجر الهدف أعطى اللي بنتصدر أكثر منه ما هو اللاعب الآخر هو سوفيان بوفل نقاط مدقم روغة الزائدة فهذا المنديل لعب سبعة المقابلات كأساسي يضرز بشكل كبير فقدم جميع المقابلات تم الإخراج في دقيقة ما يفوت سبعين دقيقة في المقابلة خاصة في مقابلات إسبانيا في مقابلات إسبانيا قام بالتأكيد قام بالتأكيد وهذا المنديل الذي يصدر إليه هدفين وهو هدف بمناسبة المنطقة الوطنية في هذا المنديل هدف جوج أهدف أمام كندا و أمام برتوغل في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة أو في الدور الربع النهائي كان هدف غالي أمام برتوغل أمام برتوغل وكان عيش الجنة لهدف آخر لاحظات وحد ضربة زازق ولكن للأسف الحكام لا أعطيها يوصف انصير يعمل عليه نمشيون البودلاء الخامسة الذين يدخلوا في هذه المقابلة أولهم إلياش الشاعر هذا لاعب البطولة الإنجليزية وسلطانجاوية لاعب جميل جدا شيئا ما ممكن إلياش الشاعر يكون لديه فرص كبيرة في شهر مارس حيث المدرب يزيد لأنه في شهر مارس لا نشاهد مقابلة شكلية فقط أما لا يوجد فرق فرق ديالا من أهلي لا يوجد فرق ديالا إلياش الشاعر من لاعب جميل جدا من أفضل لاعب كأس إفريقيا مع المرابط أعتبر المرابط في مركز الأول في مركز الثالث بانون وبونو في مركز الثالث جميل جدا في المقابلة أعطى أعطى إمكانيات المنتظر لأنه أعطى لاعب كبيرة جدا ربحنا هذا اللاعب 22 سنة باقي صغير بطولة فرنسية فرق ديالا باقي فرقة كثيرة أو برشلونة أو أحد الفرق الأخرى ونضرب قطر شاركوا في المقابلة إسبانيا وفرنسا وشاركوا في المقابلة كرواتيا ونضرب قطر ونضرب قطر ونضرب قطر ونضرب قطر ونضرب قطر ونضرب قطر فرصة لا يوجد مؤهلة كبيرة ونضرب قطر ومثل لا يوجد بحاجة هذا في شهر سمعت لأن في شهر عمر لوزة سليم أملح كأساسي لا أعرف هنا في شهر مارس أملح قدم موندير هائل حتى هذه المقابلة لا تتماسك في وسط الميدان سليم أملح لاعب بطولة البرجيجية يحتوي اللاعب كبير جدا أعطال فعالية وفادل موندير هذا نتمنى أن تساعد جميع اللاعب المتخب